موسيقى صباح الخير نشرت مفصلة للأخبار نستهلها بالعناوي موسيقى عملية داس على حاجز جبارة غرب مدينة طول كرم شمال الضفة تسفر عن جرح جندي إسرائيلي وإصابة منفذها برصاص قوات الاحتلال أجدهم التحي طبعا لكافة الأسرة في السجون الاحتلال وبحكي لهم ظلهم صبرين وصمدين وإن شاء الله رمع بفرجع عليهم ألا سير المحرر كايد الفسفوس يؤكد للميادين أنه انتصر في معركته رغم قسوتها ويقول إنه تعرض للتعذيب لوقف الإضراء موسيقى رئيسي يؤكد أن طهران أثبتت جدية في محادثات بينا وهي تتابع مسألة العقوبات بحزم ويقول لدينا الإرادة الكافية لرفعها عشرات الغارات للتحالف السعودي على العاصمة اليمنية ومحافظات مأرب وتعز وصعدة وعسين أهلا بكم أصيب فلسطينيون بجروح خطرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية دهس على حاجز جبارة غرب مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة قناة كان الإسرائيلية فدت بأن أحد حراس الأمن الإسرائيليين وصيب بجروح خطرة في الصدر والرأس نقل على إثرها إلى المستشفى دع الأسير المحرر كايد الفسفوس الأسرى في معتقالات الاحتلال إلى الصمود مؤكدا للميدين أن معركته كانت قاسية لكنه تمكن من تحقيق النصر جاء ذلك خلال توجهه لزيارة ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات في رمالة الفسفوس الذي أضرب عن الطعام 131 يوما كشف في مقابلة مع الميدين عن تعرضه للضرب والتعذيب من قبل إدارة السجون لثنيه عن الإضراء تعرضت بونية الجسدية كانت جيدة نوعا ما فكنت أنا متوقع أنه راح يكون معي التعامل مختلف نوعا ما تعرضت للضرب وتعرضت للتربيط في الزنزانة اللي أنا كنت فيها نقلوني بيننا سجون كثير يعني لإنهاك جسديا ضغطات نفسية محاولة الالتفاف على الضراب أنه نحاولوا خلوك تنهي يعني خلوني أنهي الضراب من غير اتفاق حتى يعني ولكن محاولات تمكنها كانت يعني بقت بالفشل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رسالة للأسر طبعا يظلهم صمدين وأي حدا بتعرض لقانون جاير مثل قانون الإداري أنه ما يظل ساكت يعني ينزل الضراب عن الطعام لأنه قانون جاير دون سبب دون تهمة وظلوا صمدين إن شاء الله بأمعائه الخاوية قاوم السجان وبالإرادة انتصر وكبطل متوجا استقبل في مدينته دور جنوب الخليل هو الأسير الحر كايد الفسفوس الذي أفرج عنه بعد 131 يوما من الإدراب عن الطعام ضد اعتقاله إداريا الإفراج عن الفسفوس كان مقرر في الرابع عشر من الجاري إلا أن تدخلات من القيادة الفلسطينية أفضت إلى الإفراج عنه قبل الموعد بعشرة أيام فيما نظم له استقبال رسمي حاشد قبل تضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات في رام الله ما كنت ستوقع أن أصل للرقم هذا الحمد لله رب العالمين أنه ربنا منع لي بصحة جيدة ويرادة قوية الحمد لله رب العالمين بوجدهم التحي طبعا لكافة الأسرة في السجون في السجون الاحتلال وبحكي لهم ظلم صبرين وصمدين وإن شاء الله ربنا بفرجع عليهم الفسفوس أعلن أنه تعرض للتنكيل والضرب من قبل السجنين في بداية إضرابه عن الطعام لكنه أصر على خوض معركة الأمعاء الخاوية رفضا لما وصفه بظلم الاعتقال الإداري فيما أعلن مسؤولون فلسطينيون أن جهودا حثيثة تبذل للإفراج عن الأسرة من سجون الاحتلال أن الأسرة هي خط أول نحن كسلطة أو كقيادة شرعية رفضنا كل أشكال الابتزاز بأن نوقف عنهم الدعم وإذا أوقف الدعم عن هؤلاء كاننا إرهابيين هم نعضل من أجل قضية عادلة ونحن نوفي لهم بكل الحقوق ويشار إلى أن الفسفوس خاض الإضراب عن الطعام مع ستة من رفاق الأسر وبقي منهم الأسير هشام أبو هواش مستمرا في إضرابه منذ 111 يوما من جديد تنتصر معركة الأمعاء الخاوية على السجان ويعلو صوت الأسرة ضد سياسة الاعتقال الإداري الجائر نسر سلمي رحم الله الميادين نظم عشرات المستوطنين مسيرة استفزازية في مدينة الليد رفعوا خلالها الأعلام الإسرائيلية في أحياء المدينة فيما تجمع فلسطينيو الأراضي المحتلة عام 48 في ساحة المسجد العمري الكبير في الليد استعدادا لصد اعتداءات محتملة للمستوطنين على فلسطيني المدينة هذا وأغلقت الشرطة الإسرائيلية الشوارع المؤدية إلى الليد في محاولة لمنع الصحفيين وأهالي البلدات القريبة من الوصول إلى المدينة لتغطية أحداث المسيرة الاستفزازية أو التضامن مع الأهالي فيها قام ناشطون ضد التطبيع مع الاحتلال بإعادة إحياء وسم امسك مطبع الذي يهدف إلى كشف المطبعين من المشاهير سواء على الصعيد الفني أو السياسي أو الثقافي أو غيرها الحملة تجددت بعد أن شادت الإمارات فعاليات مهرجان فيتكون أبوظبي 2021 الذي يستمر حتى اليوم وصدف المهرجان أشهر اليوتيوبرز والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي من جميع الجنسيات العربية برفقة مؤثرين إسرائيليين ومطبعين الحملة النشطة في مواقع التواصل الاجتماعي شكلت ضغطا على المشاركين حتى أن بعضهم اعتذر عن مشاركته وشارك اعتذاره عبر خاصية دستوري مثل نوال المصري وموني هلال وأحمد عوض وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام وكان في استقبال الرئيس الجزائري وأعضاء الحكومة ومسؤولون في السلك الدبلوماسي تقرير سوفيان مراكشي على أرض الشهداء حطت طائرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خرجت عن التقليد الدبلوماسية الوصول بدأ بطلقات مدفعية ترحيبا بالزائرة دفء في الاستقبال وحضور دبلوماسي لاستقبال الرئيس عباس وعلى البساط الأحمر صار إلى جانب الرئيس عبد المجيد تبون في خطوة تؤكد دعم الجزائري لأم القضايا وبوصلة الأحداث يمكن اعتبار هذه الزيارة كرد فعل مباشر عن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى المغرب إلى الجارة المغرب التي تورطت في التطبيع وأكثر من ذلك تورطت في توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم تعاون الدفاعي المشترك الذي يعد بفعل طعن الظهر في حق القضية الفلسطينية طعن الظهر في حق الفلسطينيين لذلك اعتقد أن الرئاسة الفلسطينية تدرك هذا الأمر جيدا سياق متوتر في المنطقة المغاربية وأفريقيا سبق الزيارة تقابله مساع جزائرية متسارعة للم الشمل العربية قبيل أشهر من عقاد القمة العربية في الجزائر قمة فلسطين إذا أردنا أن نجعل القضية الفلسطينية في صلبي اهتمامات قمة الجزائر فأخذ رأي القيادة الفلسطينية وأخذ القيادة الفلسطينية لرأي الجزائر في الأمر مهم جدا في هذا لتوجيه البوصلة بوصلة القمة العربية المقبلة نحو خدمة قضايا العالم العربي بشكل عام وخاصة أن العالم العربي يعيش امتحان انتحان يتعلق بهرولة الكثير من الدول نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني اتفاقية تعاون وتنسيق تنائي عالي المستوى ومواقف قوية يتوقع أن تتوج زيارة الرئيس الفلسطيني للجزائر على وقع دوي المدافع استقبل الرئيس الفلسطيني في أرض الجزائر زيارة ستعزز العلاقات التاريخية بين الجزائر وفلسطين التي تقاومان المد الصهيوني ومحاولات التطبيع معه وتتطلعان لتوجيه شمل العربي باتجاه بوصلة اسمها فلسطين صفيا مراكش العاصمة الجزائرية الميادين جدل اسرائيلي متصاعد حول المأزق المتعلق بالنووي الإيراني وتضاؤل الخيارات وأسباب ذلك وتبعاته وصولا إلى العلاقة مع واشنطن تقرير علي الأحمر أهلا بكم قلق اسرائيلي واضح من المفاوضات النووية يعكسه ارتفاع وطيرة الوعيد بالوجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران لكن هذه التهديدات زادت الطينبلة كما زادت الانقسام وخلقت جدلا داخليا يتصاعد حول المأزق المتعلق بالنووي الإيراني وتضاؤل الخيارات حيال ذلك في مقال نشرة في صحيفة يدعو تحرانوت قال رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك إن التبجح الفارغ ليس السبيل الصحيح وليس سياسة بل وصفة لضعف إسرائيل وتقليص قدرة ردعها وحرية عملها متوقعا ما هو أكثر من الحكومة الجديدة باراك رأى أن إيران نووية هي تغيير جوهري نحو الأسوأ في وضع الاحتلال الاستراتيجي داعيا إلى توثيق التعاون والتنصيق مع واشنطن فالخلافات وتبادل الاتهامات معها إماءات فارغة تعكس ارتباكا بحسب تعبيره رئيس مجلس الأمن القومي السابق يورا آيلند أيد مواقف باراك ورأى أنه ينبغي لإسرائيل أن تحرص على أن لا تكون في الواجهة غامزا من قناة رئيسي الوزراء والموساد صحيفة يدعوت أحرانوت نفسها نقلت امتعاضا ضد باراك من محيط رئيس الوزراء نفتالي بنت المصدر دعا إلى التخلص من الميل نحو تبني موقف الإدارة الأمريكية والتحدث باسمها ولسيما في المفاصل المهمة وعلى غرار باراك الدبلوماسي والسياسي الإسرائيلي ألون بن كاس رأى أن التبجح والغطرص والثرثرة بشأن قدرات ونيات تدل في كثير من الأحيان على الارتباك وعدم الانضباط وغياب السياسة مفندا تصريحات الإدارة الإسرائيلية وتعاطيها مع الملف الإيراني النووي وهي حالة التصريحات التي تقصف من إسرائيل تجاه المفاوضات بن كاس قال أن الفجوة بين تل أبيب وواشنطن في موضوع إيران تتسع في ظل غياب الاتفاق بينهما ناقلا عن عضو في الكونغرس رفيع المستوى غضبه من التصريحات الإسرائيلية ضد المباحثات النووية وموقف واشنطن منها والتي وصلت إلى قول وزير إسرائيلي أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يسري لا يمكن الاعتماد عليه أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران أثبتت للعالم بأنها شاركت باحترام وبقوة وجدية في محادثات بينا وقدمت مقترحا حول القضايا النووية وقال رئيسي أن مسألة رفع العقوبات ستتابع بقوة وحزم مع مسألة إحباط تأثير العقوبات وأضاف لدينا الإرادة الكافية لرفعها بالنسبة إلى المفاوضات نحن عملنا على أمرين منذ بداية عمل الحكومة الأول هو إحباط مفعول العقوبات ولدينا فريق يتابع ونائب الرئيس هو المسؤول عن متابعة العقوبات وأحباط تأثيرها والثاني رفع العقوبات وهو ضمن جدوى للحكومة وهم اعتقدوا أننا لن نشارك في المفاوضات وأنه ليس لدينا ما نقوله وغير قادرين على اجتراح الحلول الحمد لله أننا إثبتنا للعالم أن إيران شاركت باحترام وبقوة وقدمت مقترحا بشأن القضايا النووية والعقوبات وفق ما ورد في الاتفاق النووي ومسألة رفع العقوبات ستتابع بقوة ومسألة إحباط تأثير العقوبات كذلك من جهة أخرى أكد مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الإيرانية أن وفد بلاده لفينة قدم بوضوح وجدية مقترحاته في هذه الجولة تجنبا لاتهامات الأطراف الآخرين وأشر المسؤول الإيراني إلى أن هذه الاقتراحات مبنية على أساس مسودة الجولات السابقة وتتطابق تماما مع الاتفاق النووي وقال إن الأطراف الأوروبيين لم يتمكنوا من العثور على خلل قانوني في المقترحات الإيرانية مضيفا أنه يمكن التوصل إلى اتفاق سريعا إذا ابتعدت واشنطن عن سياسة الضغط الأقصى وتحلت الدول الأوروبية بالإرادة السياسية مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد يزور طهران اليوم تلبية لدعوة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني فهل تحاول الإمارات الدفع بعلاقاتها مع إيران نحو حيوية وإيجابية وكيف يمكن ربط ذلك بالحراك الإماراتي الأخير في المنطقة تقرير مريم أثمان حراك إماراتي دبلوماسي متسارع في المنطقة يعكس استراتيجية خارجية مختلفة عن السنوات العشر الماضية ولكن تعامل أبوظبي مع ملفات متناقضة ومقاربتها لها يحتجان إلى تشريح دقيق في خلفيتهما وحيثيتهما أيضا ولسيما في ظل غياب الزخم عن محيطها الخالجي المباشر وتحديدا مع السعودية الإمارات تسعى إلى تطوير علاقاتها مع إيران وما زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي تحنون بن زايد طهران سوى دليل صريح على ذلك وإن لم تكن هذه الزيارة الأولى في نوعها إلا أنها الأولى التي يعلن عنها على نحو رسمي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الزيارة التي تعكس محاولة إماراتية للدفع بالعلاقات مع إيران إلى مزيد من الحيوية والإيجابية تأتي في إطار مسار أوسع يقوم على الجمع بين المتناقضات حيث تواصل أبو ظبي تطبيعها السريعة وشبه الشامل مع إسرائيل وهي باتت تشارك تل أبيب قضايا سياسية واقتصادية وديبلوماسية وحتى أمنية كان آخرها مشاركتها في مناورات عسكرية إسرائيلية أمريكية مشتركة سياق الجمع بين المتناقضات يتسع ليشمل مفرقات أخرى في المنطقة حيث تنفتح أبو ظبي بقوة على أنقرة ويزور ولي عهدها محمد بن زايد تركيا وينتقي رئيسها رجال طيب أردغان متعهدا استثمارات واسعة ومتجاهلا في الوقت عينه قضية الدعم التركي للإخوان المسلمين العدو اللدودي للإمارات وفي الإطار عينه يبرز تقارب أبو ظبي الأخير مع دمشق بعد عشرية النار أما فيما يخص التعاطية الإماراتية مع الملف العراقي فلا يخف انتهاج أبو ظبي سياسة سلبية صريحة تجاه قوى المقاومة عموما والحشد الشعبي خصوصا والجوءها إلى التحريد داخل بيئتها الجماهيرية تحت شعار مكافحة الفساد لتكون كل هذه المتناقضات منطلقا للتساؤل بشأن ما الذي تخطط له أبو ظبي وتريده في المنطقة فاصل ونواصل النشرة أهلا بكم من جديد إلى اليمن حيث شنت طائرات التحالف السعودي 45 غارة جوية على صنعاء ومناطق متفرقة من محافظات مأرب وتعز وصعدة وعسير مصدر محلي أوضح أن طائرات التحالف شنت خمس غارات على حي الأعناب في العاصمة صنعاء وأضاف المصدر إلى أن الطائرات شنت 34 غارة جوية على مديريتي السرواح والجوبة في مارس وثلاث غارات على مديرية مقبنة في تعز وغارتين على مديرية الظاهر بصعدة وغارة على الربوعة في عسير اختصرت جميعها على الماديات من دون تسجيل سقوط أي مدني من جهة أخرى شهدت مدينة تعز جنوبي غرب اليمن احتجاجات شعبية وإضرابا تاما وتأتي هذه التحركات احتجاجا على حكومة الرئيس هادي والتحالف السعودي وعلى خلفية ترد الأوضاع المعيشية وانهيار العملة شهدت مناطق متعددة في البحرين بينها بلدة سنابس تظاهرات اكد المشاركون فيها التضامن مع كل المعتقلين السياسيين ولسيما الدكتور عبدالجليل السنكي سلمضرب عن الطعام منذ نحو 150 يوما كذلك نظم تظاهرات في منطقة دمستان تضامنا مع معتقلين رأي وللمطالبة بالإفراج عنهم من دون قيد أو شارط إلى العراق حيث استشهد خمسة عراقيين من بينهم أربعة من البشمركة وأصيب ستة في مواجهات مع مسلحي داعش قرب قرية قره سالم شمال العراق بحسب ما أفادت به رويترز نقلا عن مصادر عسكرية وزارة البشمركة قالت في بيان إن مسلحي داعش هاجموا موقعا لقواتها ما أدى إلى سقوط ضحايا هذا وذكرت مصادر أمنية أن الاشتباكات انتهت بانسحاب مسلحي التنظيم إلى الشأن اللبناني حيث أكد الرئيس ميشيل عون أن بلاده وصلت إلى مرحلة حساسة وخطرة اقتصاديا وسياسيا تتطلب حوارا عميقا بين أبنائها يرسم طريق لبنان نحو المستقبل وفي مقابلة مع صحيفة الشرق القطرية أكد عون حرصه على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بإشراف المنظمات الدولية وشدد في سياق آخر على أن الجدل بخصوص الصلاحيات المحقق العدلي في انفجار مرفع بيروت يمكن حسمه في مجلس النواب مؤكدا عدم تخلي لبنان عن حقوقه في ثروته النفطية في البحر المتوسط رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله سيد هاشم صفي الدين حذر من أن الفريق الآخر في لبنان يرغب في الذهاب إلى التطبيع وأكد أن هذا المشروع لن يمر معتبرا أن من يريد أن يرهن وطنه للخارج لا يمكن أن يؤتمن على شيء هذا الفريق اللبناني الذي يناول المقاومة ويتعامر عليها هو يحلم بالتطبيع وربما يحلم بما هو أكثر من التطبيع هذه حقيقتهم ما انضحك العالم ببعض العبارات هؤلاء يريدون أن يقولوا لنا أن التطبيع عروبة والمقاومة خارج العروبة إذا كان البعض يتخيل أنه بالعصار أو العقوبات أو بالانتخابات إذا كان يتخيل هؤلاء أن بإمكانهم أن يضعفوا هذه المقاومة ما أقول لهم أنتم أغبياء وحنقى لا تقرأون تاريخنا ولا تعرفون حقيقتنا ولم تكشف إلى اليوم سر القوة في مقاومتنا وفي وجودنا قتل 12 جنديا ووصيب ثمانية في اشتباك جنوب غرب النيجر بحسب ما أعلنت الحكومة الحكومة قالت أن الجنود واجهوا مئات من المقاتلين بالقرب من قرية فونيو قرب الحدود مع بوركين فاسو وتعرضوا لإطلاق رصاص كثيف وأضافت أن عشرات المتشددين قتلوا في الاشتباك في فرنسا انطلقت التجمعات الانتخابية للمرشحين وقد حصلت خلالها صدامات ومواجهات فأصيب عدد من المناهضين للعنصرية بجروح خلال مهرجان انتخابي للمرشح للرئاسة الفرنسية إيريك زيمور بعدما هاجمهم أنصار اليمين المتطرف وفي التفاصيل تسلل مناهضون للفاشية إلى مهرجان زيمور الانتخابي وخلعوا قمصانهم ليظهروا شعارات معادية للفاشية ما أدى إلى حدوث اشتباكات داخل القاعة بينهم وبين أنصار اليمين المتطرر زيمور دعا أنصاره إلى المضي نحو استرداد فرنسا وذلك خلال أول تجمع له في منطقة باريس وقال الكاتب المثير للجدل المرشح للانتخابات الرئاسية إن الشعب الفرنسي يعيش في فرنسا منذ ألف عام ويريد أن يظل سيدا في بلده المرشح الذي اختار لحملته الشعار المستحيل ليس فرنسيا وعد بإنهاء الهجرة وإلغاء حق لمن الشم للأسر وبطرد المهاجرين غير النظاميين وإلغاء المساعدات الاجتماعية والطبية للأجانب غير الأوروبيين دعونا أن لا نكون متواضعين زورا لأن المخاطر هائلة إذا فزت في هذه الانتخابات فلن يكون ذلك مجرد تغيير آخر بل بداية لاستعادة أجمل بلد في العالم زعيم حركة فرنسا غير الخاضعة جان لوك ميلانشون قال إن فرنسا لا يمكن أن تكون فرنسا اليمين المتطرف أتينا لنقول إننا نريد إعادة الشجاعة إلى بلدنا في وقت يغرق فيه في ظلام النقاش العبثي على قاعدة الدين ولون البشرة أتينا لنقول ونعلن أن فرنسا ليست اليمين المتطرف فرنسا هي الضمان الاجتماعي والصحة العامة والتحرر والمدرسة والبحث والمشاركة النشرة انتهت وهذا تذكير بعنوينها عملية دهس على حاجز جبارة غرب مدينة طول كرم شمال الضفة وإصابة منفذها برصاص قوات الاحتلال ألاسير المحرر كايد الفسفوس يؤكد للميادين أنه انتصر في معركته رغم قسوتها ويقول إنه تعرض للتعذيب لوقف الإضراب رئيسي يؤكد أن طهران أثبتت جديتها في محادثات فيينا وهي تتابع مسألة العقوبات بحزم ويقول لدينا الإرادة الكافية لرفعها عشرات الغارات للتحالف السعودي على العاصمة اليمنية ومحافظات مأرب وتعز وصعدة وعسير لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والانجليزية والإسبانية نلقاكم على خير اشتركوا في القناة